اهلا بيكم فعالة جديدة من برنامجكم زهولة فنية نجمة النهاردة اللي هنتكلم عليها مش نجمة عدية هي قطة حاجة كده سيامي حاجة شروازي حاجة كده يعني فخر الصناعة المصرية فخر اللاتينو المصري نجمتنا النهاردة ياسمين صبري ياسمين صبري يا جماعة ابتدت الموضوع صح جدا عملت زي ما اي بنت مصرية قروبة عملت ابتدت الاول بالحجاب في خطوات الشيطان مع معز مسعود والدنيا باية الجميلة ومين البنت الكيوت الغلبانة المحترمة دي والحجاب الله اكبر عليها لحد دم ما رح يتقفش الموضوع قفشت الموضوع رح محمود عبدالعزيز الله يرحمه رح قفشها وقال لها طب تعالي انت معايا في المسلسل بتاع جبل الحلال وطلعت في اول دور ليها كعمل درامي كبير مع النجم الكبير الراحل المحمود عبدالعزيز في مسلسل جبل الحلال وهي كانت تلعب دور بنته وكان دور صغير كده فحاست ان الموضوع لسه ما زبطش الدنيا معاها فقالت لا الكلام ده ما ينفعش احنا هنبوز الدنيا اكتر وهنروح الجم اكتر ولو انت بتعرفوش يا جماعة ان ياسمين صبري اسكندرانية وانتوا عارفين الاسكندرانية بيعملوا ايه اسكندرانية دول تقال يا جماعة وياسمين صبري فخر البحر الابيض المتوسط كله ياسمين صبري ابوها دكتور كبير جدا في اسكندرانية وهي اتجوزت مرة واحدة بس اتجوزت جوازة محدش عارفها خالص اشتعرفوا ان هي اروبة يعني بانت مصرية اصيلة اتجوزت دكتور كان اللي هو صاحب المستشفى اللي ابوها شغال فيه ويقال يعني ان هو كان متجوز او متجوز حد تاني يعني اللي هي مراته الاولانية وهو كان اكبر منها بكتير بس هي خبت الموضوع لحد دم بانتشدت معاها اخناقة كده ولا حاجة ولا كانت عايزة تكيد مثلا مراته الاولانية راح اتطلع معي سعاد يونس في صاحبة السعادة وراح اتقيلة ان هي متجوزة واحد اسم محمد وبتقول له يا ايه يا دودي يا دودي بقى دي كيد دي كيد بقى ستاتة انا عارف وانا الكلام ده شغل اسكندرانية والحاجات دي كلها لحد دمما الدنيا بازت معاها وهو اتخانق معاها ويقال يعني ان هي عندها بنت عندها سنتين دلوقتي بتهيقلي وكانت مخلفاها في اسكندرانية ياسمين صبري دخلت الدراما بتقول لها اول ما دخلت الدراما دخلتها مع الاسطورة كانت في الاسطورة مكسرة الدنيا وبعد الاسطورة راح اتدخلة في التقيلة على طول مع فارس السينما المصرياء الجديد غير طبعا احمد مظهر مع احمد الساقة دخلت مع احمد الساقة في الحصان الاسود وبعد كده قالت لا خلاص انا الدراما كده خلاص ايه زبطت الدنيا فيها ننقل بقى على السينما اول ما دخلت بقى السينما دخلت من الباب الكبير دخلت مع النجم الكبير او محمد عدل امام في جحيم في الهند وبعد كده على طول ليلة هنا وسرور وبعد كده رح يدخل امام محمد رمضان في السينما في الديزل هي عارفة هي بتعمل ايه جماعة اسكندرانية جدعان اسكندرانية والله حاجة يعني منديل بقوية والاها والاها اللي بتاع السودة دي اللي بيلفوها ما عارفش تعمل ايه تمام ياسمين صبر يا جماعة عارفة هي بتعمل ايه وعشان هي عارفة هي بتعمل ايه وصلت ان من سنة 2016 ل2019 هتعمل اول عمل درامي في رمضان اللي جاي لوحدها هي البطلة انتم تخلينا يا جماعة البنات بيعرفوا يعملوا ايه وعدين يا اسمين صبري في حيطة تانية خالص الجم ده جزء من بيتها عندها قطة يعني يا عمري ما شفت قطة مربية قطة ده كلام جديد عندها قطة بتاعتها تنزل بتركب العجلة كانت بطلة سباحة كانت بطلة مصر في السباحة تمام على المسارة الافريقية في اسمين صبري تقيل يا جماعة والجم على فكرة بيأكل وهي زكية قوي ودايما زي مامي كانت بتقولي خاكم اللي عندها حسنة هنا صباح الفولد